بالمراجعة نبدأ بالمراجعة مراجعة جاهزين للمراجعة ترى مراجعة ما مضى كله بالأمس نعادتنا أن إذا كان درس متتابعة نراجع في اليوم الواحد ما مضى من الدرس لكن اليوم الثاني لا نراجع كل اللي شرحنا في اليوم الماضي نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين مشكرون لمفتوح أكيد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحب أن أطمئن على ثبات المعلومات الدروس الماضية وذلك في جمل من الأسلة أرجو إغلاق المذكرات أو الأوراق لا أغلق لأن المقصود لا في درجات تخصم ولا عصن معنا ولا ودنا بالعصن السؤال الأول السؤال الأول هل العقل يدخل في باب الأسماء والصفات ولا ما يدخل الأخ وراك تعطينيها بالتكسيط لا يدخل استقلالاً لماذا قلت استقلالاً صوت شوي نعم العقل يدخل تبعاً لا استقلالاً يعني بمعنى أن أهل السنة إذا قالوا الله موجود بالنقل والعقل هل هذا فيه إقحام للعقل في الجواب لا فإذا العقل يرفض أهل السنة دخوله في مسائل الصفات استقلالاً وأما إذا كان تابعاً للنقل فإنه مقبول هل أسماء الله متفقة ولا مفترقة الأخ إشرح يعني مثلاً السميع والبصير متفقة ولا مختلفة أيوة تضرب لي مثالاً يوضح أكثر أحسنت أو أسماء الأسد أو أسماء يوم يوم القيام أهل السنة والجماعة يتكلمون في المعاني أو الكيفيات الأخ أنت نعم يتكلمون في المعاني ويفوضون في الكيفيات طيب خالفهم في ذلك طائفتان من هما تذكر لا مو بالمعتزلة طائفة يقال لهم الأخ لا لا تفصلون آيوة لا لا أنتظر فهد المفوضة ماذا قالوا نفوض المعاني والكيفيات وأيضاً قابلهم الممثلة ماذا قالوا نتكلم في المعاني وفي الكيفيات على حد سواء أحسنت طيب أهل السنة والجماعة يقررون أن هناك فهماً لا بد أن تربط به دلالة الكتاب والسنة فهم من ولماذا فهم من كل الرافع لكن ولماذا نزلت أيدي الجهادي الأخ نعم فهم السلف الصالح فكل فهم عارض فهم السلف فهو باطل لماذا تربط الأدلة بفهم السلف لماذا لا نترك الناس يفهمون الأدلة من الكتاب والسنة على ما يتفق لهم لماذا تعرف لماذا أيها نعم بس تصبر شوي خذنا وراك بعيد عننا شوي ماشي ماشي أيها نعم أحسنت أحسنت حتى لا يستغلها أهل البدع في الاستدلال على بدعتهم ب بشيء من دلالة الكتاب والسنة فالكتاب والسنة مع صماني محميا عندنا محارات ومعارضات درستموها أمس في قاعدة من يركب للقاعدة على معارضات ومحارات ومحارات ومعارضات لا غير كفاء سيد السلام عليكم أنا الشيخ عبدال ويس سيكي ويس تعسل 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 أيها أحسنت أن نقول تأتي بمحارات العقول لا بمعارضاتها تضرب لي مثالا عليها يا شيخ سيد أحسنت نزول الله في ثلث الليل هذا يحار العقل فيه لأن الثلث لا يرتفع عن الأرض لكن لا يتعارض مع العقل أحسنت ممتاز شوفوا يا جماعة سأعطيكم فائدة إن كل من عارض النصوص بشيء إن كل من عارض النصوص بشيء فلا تخلو معارضته من ثلاثة أحوال إما أن يعارض نصا بنص أو يعارض نصا بعقل أو يعارض نصا بواقع ما في معارضة رابعة كل من أراد أن يعارض النصوص فلا يجد إلا أن يعارض نصا بنص آخر أو يعارض نصا بواقع أو يعارض نصا بعقل فيقول هذا النص يتعارض مع هذا النص أو يقول هذا النص يتعارض مع هذا الواقع أو هذا النص يتعارض مع العقل فإذن هي ثلاث معارضات عندنا فيها ثلاث قواعد النصوص متآلفة النقل الصحيح لا يتعارض مع العقل الصريح النقل الصحيح لا يتعارض مع الواقع الصريح فكل من يدعي معارضة فلا تخلو معارضته إما أن يعارض النصوص بنصوص أخرى وإما أن يعارض النصوص بواقع وإما أن يعارض النصوص بعقل الآن عندنا النصوص تأتي بمحارات العقول أضرب لكم مثال واحد فقط على معارضة النص بالواقع في قول الله عز وجل ومن دخله كان آمن يعني الحرم ولا لا وهل كل من دخل الحرم آمن يش فيكم الجواب لا لا يزال الناس يخافون على أموالهم في الحرم بل كم من استعدادات أمنية للنفق فكم من إنسان يدخل الحرم ولا يزال خائفا وهو في الحرم فكيف يقول الله ومن دخله كان آمنا مع أن الواقع يفرض أن هناك أناس يدخلون الحرم وهم خائفون فعرض النص بماذا بالواقع وهذا ترى كثير بل كثير يجري على ألسنة بعض المسلمين الجغال أو بعض الملاحدة الذين يريدون التشكيك في واقعية النصوص ومطابقتها للواقع كيف يجاب عن هذا الجواب عن هذا أن أكثر من يعارض النصوص بالواقع إنما يجعل النصوص من قبيل الإرادة الكونية لا من قبيل الإرادة الشرعية وهذا بالسبر الطويل سنوات طويلة أن أغلب من عارض النصوص بالواقع يفهم من النص أنه مراد كوني والحقيقة أن النص مراد شرعي ليس مرادا كونيا يعني بمعنى أن من دخله كان آمنا الله عز وجل لم يرد تأمين أهل الحرم بإرادته الكونية إذ لو أراد أن يأمن أهل الحرم بالإرادة الكونية فأقسم بالله العلي العظيم أنه لا يخاف أحد في الحرم لأن الإرادة الكونية واقع لا محالة لكن الله يريد منا شرعا أن نؤمن من دخل الحرم فإذا ومن دخله كان آمنا تشريع ليس إخبارا عن أمر كوني يعني حق من دخل الحرم على أهل الحرم أن يؤمنه فإذا هو من قبيل الإرادة الشرعية للكون والإرادة الشرعية هل لا بد أن تقع؟ الجوة قد تقع وقد لا تقع قد تقع وقد لا تقع فإذا عصمنا النصوص من تلك المعارضات الثلاث فاعتقدنا أن النصوص متآلفة ليست بمتعارضة واعتقدنا أن النصوص تتفق مع العقول واعتقدنا أن النصوص تتفق مع الواقع فاعلموا فاعلموا بإذن الله أن الفكر سوف يصان من كل فكر دخيل أغلب من يعارض النصوص معارضته لا تخرج عن هذه الثلاث وقائع فإذا اعلم أن النصوص لا تتعارض واعلم أن النصوص لا تتعارض مع العقل واعلم أن النصوص لا تتعارض مع الواقع وفيها ثلاث رسائل كلها في هذه القواعد الثلاث موجودة على الأنترنت ومن المسائل التي أريد أن أسألكم أيضا هناك ثلاثة أنواع من الأقيسة أبطلنا قياسين وأجزنا قياسا في حق الله ما الذي يتكلم؟ في أحد يتكلم؟ في أحد يتكلم؟ أبطلنا؟ نعم الأخ الأخير أيوة قياس الأولى وقياس التمثيل وقياس الشمون ما القياسان الباطلان في حق الله؟ أحسنت قياس التمثيل والشمون طيب؟ وما الذي يستعمل في حق الله؟ الأولى طيب ما عبارة القياس الأولى عند أهل السنة؟ ماذا تقول عبارتها الأخ؟ أحسنت طيب وكله في المخلوق طبعا لا كمالة متأكد من هذا؟ كل صفة كمال في المخلوق فالله أحق أن يتصف بها؟ طيب ماذا تقول في صفة الولادة؟ فهي كمال في المخلوق أحسنت وماذا تقول في النوم؟ صفة كمال في المخلوق من وجه دون وجه طيب قلت لكم إن الممثل يستندون في تمثيل صفات الله بصفات خلقه على ثلاثة أصول فاسدة رجدناها معاشر أهل السنة بثلاث قواعد ما الأصل الأول يا؟ الأخ الأخ الأخير بندر بندر لا فهد الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات هذه قاعدتنا نحن أحسنت الاتفاق في الاسم الكل لا يستلزم الاتفاق بعد الإضافة والتقييد والتخصيص أحسنت لا يقاس الغائب على الشاهد هذه في باب في باب الغيبية أحسنت ممتاز طيب أظن يكفي إن شاء الله أظن يكفي يلا بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ من القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات قاعدة عظيمة تقول الأصل في نصوص الصفات بقاؤها على ظاهرها الأصل في نصوص الصفات بقاؤها على ظاهرها يعني بمعنى أنه لا يجوز لك أيها المسلم أن تنقل نصا من نصوص الصفات عن ظاهره إلى معنا آخر إلا إذا دلت القرينة على جواز الانتقال فإذا جاءت القرينة الصحيحة المقبولة عند أهل السنة فانتقل عن الظاهر وإذا لم تأتي القرينة المقبولة عند أهل السنة فلأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل هذا في جميع نصوص الصفات لأصل هو البقاء على الظاهر في نصوص الصفات فما الذي يظهر لك في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان ما الذي يظهر لك إثبات صفة اليدين لله فإذا يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر ولا يجوز لك أن تتجاوزه إلى معنا آخر ما الذي يظهر لك عند قول النبي صلى الله عليه وسلم إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن هو إثبات الأصابع هذا هو الظاهر فإذا يجب عليك أن تبقى على هذا الظاهر وجاء ربك إثبات صفة المجيء ولتصنع على عيني إثبات صفة العين ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إثبات صفة النزول فإذا لا حق لك أيها المسلم أبدا أن تنتقل عن الظاهر الذي يتبادر للذهن أول وغلة من سماع النص الظاهر هو ما يتبادر للذهن أول وغلة من سماع النص قبل أن تأتي وساوس الشيطان وقبل أن يأتيك المشككون ما يتبادر للذهنك عند سماع النص أول مرة هو الظاهر الذي يريد الله عز وجل منك أن تفهمه من هذا النص ولا يزال جهنم يلقى فيها حتى يضع رب العزة عليها رجله وفي رواية عليها قدمه ظاهر هذا النص إثبات صفة الرجل أو القدم لله عز وجل حتى يكشف رب العزة عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد له في الدنيا إذن إثبات صفة الساق لله عز وجل الحي القيوم إثبات صفة الحياة والقيومية لله عز وجل هذا هو الظاهر الذي أجمع أهل السنة على وجوب البقاء عليه احذر قبل أن يأتيك الشيطان تؤمن بالظاهر لو جلست تفكر في هذا الظاهر جاءتك الوساوس والأبالس حتى تنقلك عن هذا الظاهر وأهل البدع كلهم ينتقلون عن ضواغر النصوص إلى معاني أخرى ولذلك نقول كل من انتقل عن ضاغر النص إلى معنى آخر بلا قرينة فهو محرف فهو محرف وستأتينا قاعدة تخص هذا بإذن الله عز وجل فإذا قيل لك ما التحريف قل هو الانتقال عن الظاهر بلا قرينة فالذي انتقل عن الظاهر في قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى إلى الاستيلاء هذا محرف لما؟ لأنه انتقل عن ضاغر النص المتبادر للذغن إلى معنى آخر بلا قرينة توجب الانتقال والذي قال بأن المراد بقول الله عز وجل حتى يضع رب العزة عليها رجله أن الرجل عبارة عن مجموعة من الناس يخلقهم الله فيدخلهم النار هذا باطل من عدة أوجه من جملة أوجه بطلانه أنه انتقال عن ضاغر النص إلى معنى آخر بلا دليل يدل على هذا الانتقال الذي انتقل في قول الله عز وجل بل يداهم بسوطتان من إثبات اليدين إلى أنهما النعمة والقدرة هذا من التحريف فإذا كل من انتقل عن الظاهر إلى معنى آخر بلا قرينة فهو محرف لأنه يحرف الكلمة من بعد مواضعه يعني بعد استقرار اللفظ على معنى مواضعه يعني استقرار اللفظ على معنى استقر اللفظ والمعنى فجاء هذا ونقل المعنى وأبقى اللفظ وهذا التحريف من أخطر ما تحارب به النصوص في هذا الزمن التحريف ينقسم إلى قسمين تحريف اللفظ وتحريف معنوي أما التحريف اللفظ فهو أن ينصب المحرف على تغيير ظاهر اللفظ كما غير بعض الجهمية آية قول الله عز وجل ثم استوى على العرش زادوها لاما زاد الجهمية لاما في المصاحف صاروا يقرؤونها الرحمن على العرش استولى ثم استولى على العرش هذه لام الجهمية انتبهوا وكما حرفت اليهود قول الله عز وجل في التوراة وقولوا حطة زادوا نونا فقالوا حنطة فإذا عندنا لام الجهمية ونون اليهود قال ابن القيم في الكافية الشافية نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتاني نون اليهود في حنطة ولام جهمي في استوى هما في وحي رب العرش زائدتاني هذا التحريف مفضوح يعرفه الصغار قبل الكبار ليس كذلك؟ وأعظم من توغل فيه الرافضة عليهم لعائن الله المتتابع فإنهم من أعظم طوائف التي تنتسب للإسلام تحرف ولم يقتصر تحريف الرافضة على حرف لحرفين بل حرفوا سورا كاملة لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقى ظهرك واجعلنا علي صهرك ويقولون بأن أبا بكر وعمر قد أخفي سورة الولاية وهي في آياتها كسورة التوبة أو أزيد فشاهد أن التحريف اللفظي مفضوح لكن الذي نعاني منه إلى الآن هو إيش؟ التحريف المعنوي وهو أن يأتي المحرف ويبقي اللفظ على ما هو عليه لا يغير فيه شيئا ولا يزيد ولا ينقس منه لكن يسلب دلالته الصحيحة ويقحم مكانها دلالة باطلة يسلب دلالته الصحيحة ويقحم مكانها دلالة باطلة لا تتحرك يسلب دلالته الصحيحة من يكمل؟ ويقحم مكانها طيب ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ انتبه التعطيل هو سلب الدلالة والتحريف هو إقحام دلالة جديدة فمن المحرفين فمن أهل البدع من يسلب الدلالة الصحيحة ويفوض المعنى ولا يقحم شيئا آخر فهذا معطل وليس بمحرف ولكن من أهل البدع من يسلب الدلالة الصحيحة ويجعل مكانها دلالة باطلة أنا أسألكم بالله أيهما أخطر أخطرهما أعظمهما مفسدة الآن المعطل عنده مفسدة ويسلب الدلالة الصحيحة لكن المحرف عنده مفسدة سلب الدلالة الصحيحة وأقحم مكانها دلالة باطلة فإذا احذر من أن تتجاوز ظاهر النصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية عقد قاعدة قال هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد هل ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد السؤال الآن لماذا عقد ابن تيمية هذه القاعدة على صيغة السؤال لما لم يقل ظاهرها مراد ويجزم لما قال هل ظواهر النصوص مراد أو غير مراد الجواب عن ذلك وقد ذكرته في شرح التدمرية أن كلمة الظاهر صارت من الألفاظ المجملة التي يستعملها أهل السنة وأهل البدع فالمبتدع يقول الظاهر من قول الله عز وجل بل يداه مبسوطة أنها النعمة والقدرة هو يقول كذا يقول أظاهرها عنده كذا فإذا لما كان لفظ الظاهر لفظا موهما بحسب استعمال الطوائف البدعية له فصار لفظا مجملا ونحن قلنا في قاعدة المجملات أنها لا تقبل مطلقا ولا ترد مطلقا بل هي موقوفة على الاستفصال فإذا قال لك إنسان هل ظاهر هذا النص مراد أو ليس بمراد فقل له إن كنت تفهم من ظاهره ما يفهمه أهل البدع فهذا الظاهر غير مراد وإن كنت تفهم من ظاهره ما يتفق مع مذهب أهل السنة والجماعة فهذا الظاهر مراد فإذا لا تجزم بأن الظاهر مراد أو غير مراد حتى تستفسر من السائل أما إذا كان السائل منكم أو المتعلم منكم من طلبة العلم من أهل السنة والجماعة ممن لا ينقدح في أذهانهم الظاهر البدعية فحينئذ نجزم بالقاعدة أمامهم بأن الظاهر مراد وهو ذلك الظاهر المتبادر للذهن على مقتضى قواعد أهل السنة والجماعة القاعدة التي بعدها خبر الأحاد حجة في باب الأسماء والصفات وعيدها مرة ثالثة خبر الأحاد حجة في باب الأسماء والصفات وبيان ذلك أن أهل السنة مجمعون على قبول أخبار الأحاد في باب الاعتقاد أي أن كان الباب الاعتقاد سواء في باب الأسماء أو الصفات أو الصحابة أو القدر أو الإيمان أي باب من الأبواب العقدي وأجمع أهل البدع وأجمع أهل البدع وأجمع أهل البدع على أن أخبار الأحاد بخصوصها غير مقبولة في مسائل الاعتقاد فإذا كنت تريد أن تعرف السنية من البدعي فامتحنه بهذا السؤال أو أنت ممن يستدل في العقائد بأخبار الآحاد أو لا فإن قال نعم فهو من أهل السنة في هذا الباب وإن قال لا فهو من أهل البدع والدليل على قبول أخبار الآحاد هو الأدلة العامة لآمرة بقبول الوحي قال الله عز وجل عن نبيه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سواء كان متواترا أو آحاد لم يفصل النص فالآحاد وحي يجب قبوله والمتواتر وحي يجب قبوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا من هذه الطائفة التي ترد أخبار الآحاد وترد السنة لمجرد كونها آحادا لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري عندنا كتاب الله ما وجدنا فيه اتبعنا ألا وإنما حرم رسول الله كما حرم الله حديث صحيح عند أبي داود من حديث أبي رافع وعند أبي داود أيضا بإسناد صحيح لغيره من حديث المقدام بن معدي كريب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول أوص عليكم بكتاب الله فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه يعني أن السنة خارج عن مصدر عن كونها مصدر من مصادر التشريع وأولى حديث هذا كثير فإذا الأدلة الدالة من الكتاب والسنة على حجية السنة وردت مطلقة غير مفرقة بين متواتر وآحات فإن قلت أوليس أهل السنة أنفسهم يفرقون بين المتواتر والآحات أقول نعم لكن في باب الترجيح لا في باب القبول والرد في باب الترجيح لا في باب القبول والرد فمن جعل التفريق بين المتواتر والآحات في باب القبول والرد فهو من أهل البدع بمعنى أن المتواتر نقبله والآحات نرده لكن إذا تعارض المتواتر والآحاد فمن جملة أوجه الترجيح أن يكون أحدها متواتراً والآخر فنرجح المتواتر على الآحاد فإذن تقسيم أهل السنة السنة إلى متواترة وإلى آحاد ليس تقسيماً يخص القبول والرد وإنما هو تقسيم في باب الترجيح فقط أفهمتم هذا؟ فإذن هذا التقسيم مقبول في باب الترجيحات فقط ليس في باب القبول والرد ثم الذي يطلع على قول أهل البدع نحن لا نقبل في العقيدة إلا المتواترات يظن أنهم حريصون يظن أنهم حريصون على العقيدة فلا يدخل فيها إلا ما كان متواتراً وهم والله كذبون دجال لا يريدون إثبات الصفات أصلاً وهل آمنوا بالمتواترات القرآنية التي تثبت الصفات؟ ما آمنوا بالمتواترات؟ لكن المتواترات لم يستطيعوا أن يردوها سنداً لأنهم سيفتضحون ولكن ردوها؟ معناً حرفوا معانيها أما الآحاد فسفل عليهم ردها سنداً ومثناً فإذن الذي يسمع كلامهم في قولهم نحن لا نقبل في العقائد إلا المتواترات يظن أن القوم حريصون على إثبات العقائد بطريق يقيني وإذا رأينا فعلهم وصنيعهم في قوله ويبقى وجه ربك وهو دليل متواتر وفي قوله بل يداه مبسوطتان وهو دليل متواتر وفي قوله عز وجل وهو السميع البصير وهو دليل متواتر ينزل ربنا وقد رواه أكثر من ثمانية وعشرين صحابي دليل متواتر رأينا أن القوم لم يؤمنوا لا بمتواترات ولا بأحد ولم يثبتوا لا ما أثبتته المتواترات ولا ما أثبتته الأحد فإذا رد الأهل البدعي حديث الأحد في باب الاعتقاد ليس من باب الحرص بل هو من باب التخلص ليس من باب الحرص على العقيدة بل من باب التخلص وهم لو استطاعوا أن يردوا المتواترات لردوها لكنهم سيفتضحون فقالوا اقبلوا المتواترات في ألفاظها وعليكم بمعانيها أما أحاديث الأحد فسهل عليهم ردها سندا ومتنا فإذن الخلاصة أن كل حديث آحد أثبت شيئا من العقائد فالواجب علينا معاشر أهل السنة أن نقبله فإن قلت وهل هناك صفات أثبتها أهل السنة بأدلة آحد؟ الجواب نعم كثيرة منها صفة الأصابع فنعتقد أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته ودليلها حديث آحد كما في الصحيحين من حديث بن مسعود في قول الحبر إن نجد في التوراة أن الله يضع كذا على كذا والحديث معظوف لديكم وفي صحيح لبا مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن العاص إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحيم حديث آحد لم تبلغ رتبة التواتر ومع ذلك أجمع أهل السنة على إثبات صفة الأصابع وبناؤها على خبر آحد ومنها كذلك صفة الفرح فنعتقد معاشر أهل السنة والجماعة أن لله فرحا يليق بجلاله وعظمته ومستنده ما في الصحيحين من حديث أبي حمزة أنس بن مالك لله أشد فرحا بتوبة عبده حينة وهو حديث آحد ومنها كذلك صفة الرجل والقدم كما في الصحيح من حديث أبي وريرة حتى يضع رب العزة عليها رجله ومن ذلك أيضا صفة الساق كما في الصحيح من حديث أبي سعيد قال فيكشف رب العزة عن ساقه وأما قول الله عز وجل يوم يكشف عن ساق فهو الموضع الوحيد في القرآن الذي اختلف فيه السلف أهو من جملة آيات الصفات أو لا فقط وأما أصل إثبات صفة الساق فمجمع عليه لكن هل من جملة الأدلة الدالة على إثبات الساق هذه الآية أو لا على قولين لأغل السنة والجماعة فإذا أصل إثبات صفة الساق ليس بهذه الآية وإنما بالحديث وسبب خلاف أغل العلم أن الله لم يضف الساق في القرآن له وإنما قال يوم يكشف عن ساق وعادته إذا أراد إثبات صفته أن يضيفها له كما سيأتين في أنواع المضافات في القرآن إلى الله عز وجل فإذا صفة الساق ثابتة بإجماع أهل السنة ومستندها خبر أحد ومنها صفة الضحك فلله ضحك يليق بجلال وعظمته ومستنده يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخلان الجنة والأمثلة كثيرة وهذه قاعدتنا فإذا ليست القضية عند أغل السنة متواتر وأحد لا القضية صحة النص فإذا صح النص فالواجب قبول مدلوله واعتماده وعدم مخالفته ومن القواعد أيضا ومن القواعد أيضا قاعدة تقول باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال باب الصفات خبري محض وخبري وللعقل فيه مجال أنا أشوف بعضكم متلطم برد عليكم برد عليكم أقول برد عليكم يا جماعة أقول لهم قصرون المكيفات من المسؤول عن المكيفات لو تقصروا على المكيفات شوي لإخوان كلهم البرد معناه والله حر شوف المكيف اللي فوق يخله شغال لو يتقصر عليها شوي طيب وللعقل فيه مجال ما معنى هذا لقد قسم أهل السنة أكتبت من القاعدة ولا أعيدها أقرأ اللي كتبت أقرأ اللي كتبت يا أخ أهل السنة والجماعة قسموا الصفات الثابتة في القرآن والسنة لله عز وجل إلى قسمين إلى صفات خبرية محضة لا يمكن دخول العقل فيها مطلقا قولنا محضة يعني لا مجال للعقل في إثباتها لو لم يرد النص لو لم يرد النص بإثباتها لم استطاع العقل أن يثبتها كصفة الوجه خبرية محضة ما للعقل فيها مجال صفة اليد خبرية محضة ما للعقل فيها مجال صفة الأصابع خبرية محضة لو لم يرد النص بإثبات أن لله عز وجل أصابع تليق بجلاله وعظمته ما استطاع العقل أن يهتدي لها وكذلك صفة القدم أو الساق خبرية محضة صفة الضحك خبرية محضة صفة الفرح خبرية محضة ولكن هناك قسم آخر وهو خبري أصالة في إثباته ولكن للعقل فيه مجال بمعنى أننا نثبتها لله نقلا أصالة وعقلا تبعا نقلا أصالة وعقلا تبعا واضحة عبارتي كيف واضحة يا سلام عليك تحياتي لك ممتاز الله يعيني لك قدامي فأكثر أسألته مثل صفة العلم أصل إثباتها لله عز وجل بالنص لكن لو لم يرد النص بإثبات العلم لله أو يستطيع عقلك أن يثبتها أيضا الجواب بلا العقل فيه مجال وهو أن العلم صفة كمال في المخلوق والله هو الذي أعطاه هذا الكمال ومعطي الكمال أولى بالكمال هذا إثبات عقلي وكذلك نقول إنه يبعد جدا أن يكون صانع هذا العالم ومبدع هذا العالم ذي الأفلاك العظيمة الهائلة وهذا النظام الدقيق البديع يبعد أن يكون من خلقه لا يصف بأنه آذن فإذا للعقل فيها مجال ليس العلم كصفة الأصابع لا وليس العلم كصفة الوجه هذه خبرية محضة ما للعقل فيها مجال أما العلم فللعقل فيها مجال الحياة خبرية وللعقل فيها مجال هل يمكن أن يكون من خلق هذا الخلق البديع ميتا أو يصف بالموت سبحانه وتعالى سبحانك هذا بهتان عظيم فيستطيع عقلك أن يثبتها لكن لا استقلالا وإنما تبعا فتقول دل على حياة الله النقل والعقل السمع النقل والعقل العلو النقل والعقل فإذا صفات الله إما خبرية محضة وإما خبرية وللعقل فيها وللعقل فيها مجال هذه قاعدة لن نطيل عندها القاعدة التي بعدها التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا هذه قاعدتك يا سيد التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا متى ما رأيت الله عز وجل في القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته قد عبر قد عبر قد عبر عن عقيدة من العقائد بلفظ من ألفاظ النصوص فاحرص أنك كلما مررت على هذه العقيدة أن يكون تعبيرك عنها بنفس تعبير النص احرص نصيحة أخيك الصغير لك إياك أن تتجاوز ألفاظ القرآن والحديث في التعبير عن المعاني الشرعية فليس هناك لفظ أفضل في التعبير به عن شيء من المعاني الشرعية من ألفاظ النصوص وبهذا تستفيد فائدتين الفائدة الأولى انقطاع الخصم عن المعارضة لأنه لو كان تعبيرك عن العقيدة بكلامك فأنت تفتح مجالاً للخصم أن يناقشك في رأيك ظنًا منه أنه مجرد رأي أو مجرد أطروحة أو مجرد كلام لكن إذا قلت قال الله بل يداه مبسوطتان انقطع الفائدة الثانية أنه أحفظ للعقيدة من دخول ما ليس منها أنه أحفظ للعقائد من دخول ما ليس منها أو فيها فإنك قد تعبير عن العقيدة بعبارة أنت لجهلك أو لضعف إدراكك يدخل في عبارتك هذه شيء من الاحتمالات أو شيء من التناقض لكن إذا عبرت بعبارة النص فاعرف أنك سوف تعبير عن العقيدة بالنص الذي يريده الله عز وجل فلهتين الفائدتين قرر أغل السنة أن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى نذهب للفقه قليلا ثم نرجع للعقيدة وما أجمل الفقه أنتم تعرفون قاعدة الأمور بمقاصدها ولا لا هذا التعبير ليس أولى من التعبير بلفظ النص الأعمال بالنية فإذا جئت إلى هذه القاعدة لا تعبر عنها بالأمور بمقاصدها مع أن التعبير بهذا النص صح كونك تقول أمور مقاصدها صح فلسنا بين الصحة والبطلان الآن لا بين الأفضل والأولى مثلا أو الأولى وغير الأولى فأيهما أفضل أن تعبر بتعبير النص كما في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وفي رواء الأعمال بالنية ولا الأمور بمقاصدها فإذا التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا المشقة تجلب التيسير هذه عبارة فقهاء لكن التعبير عنها إن مع العسر يسرى انتهينا المشقة هي العسر فبما أن الله عز وجل قد أعطاك لفظاً ونبيه صلى الله عليه وسلم قد أعطاك لفظاً يعبر عن نفس هذا المعنى فلما تستبدل ألفاظ الشارع بغيرها ألفاظك ترى قد تناقش لكن ألفاظ الشارع ما تناقش ألفاظك قد تكون مدخولة من أوجه غفلت عنها لكن ألفاظ الشارع غير مدخولة ولا يغفل الشارع عن ألفاظه نطقاً ومضموناً وتلازماً صح ولا لا يا جماعة تعبير الفقهاء الضرر يزال الأفضل منه لا ضرر ولا ضرار كما رواه ابن ماجة من حديث ابن عباس بإسناد جيد لا الضرر ولا ضرر هذا التعبير النبوي فإذن هذه القاعدة التي نحن في صدد شرحها ليست في أمور العقائد فقط بل حتى في أمور الفقهاء ولذلك يعجبني ابن تيمية وبعده الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه يعجبونني في هذا إعجاباً عظيماً ابن تيمية في بداية الواسطية كان يعبر عن عقيدة اليد ولا لا لكن كان يعبر عنها بالآيات الدالة على إثباتها فكان يعبر عن المعنى الشرعي بألفاظ النصوص لم يقل كما قال غيره ويؤمن أهل السنة أن لله يدين حقيقيتين ذاتيتين لائقتين بجلاله وعظمته مع أن كلامهم حق لكن بدل ذلك قال بل يداه مبسوطتان لما خلقت بيدي ثم ينتقل منها إلى الصفة الأخرى فهو يعبر في بداية الواسطية عن العقائد بألفاظ النصوص هذا من الكمال العلمي ومن الرسوخ من الكمال العلمي وأما الإمام محمد رحمه الله في كتاب التوحيد فإنه يعبر عن العقائد بآية وحديث وحديث آية وحديث يدرج بعدها مسائل من باب التوضيح والشرح لكن أصل العقائد أثبتها بماذا؟ بالعقيدة والحديث بالآية والحديث هذا التعبير عبر عن حرمة الاستعاذة بغير الله الاستغاثة بغير الله الذبح لغير الله وجوب التوحيد لم يعبر بشيء من عباراته هو وإنما عبر عنها بالأدلة من الكتاب والسنة وكلهم مريثوها عن الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله كذا باب قول الله كذا هكذا والله ينبغي أن يكون طالب العلم فهذه قاعدة شد عليها بالنواجد فإن قلت أعطنا فروعا عقدية تبين لنا تطبيقها أقول خذ مثلا أيهما أفضل أن نقول أهل التمثيل أو أهل التشبيه وقال المشبهة وإلا الأفضل أن نقول وقال الممثلة أيهما أفضل أن أقول أيهما أفضل سؤال ولا تنبيه أيهما أفضل أن أقول أثبت صفات الله بلا تشبيه أو أقول أثبت صفات الله بلا تنفيل أي التعبيرين أفضل التشبيه أو التنفيل ولماذا الجواب التعبير بنفي التنفيل أو لا لما لأنه اللفظ الموافق للنص فلا تضرب لله الأشباه الأمثال فإذن الله نفى الأمثال وكذلك قول الله عز وجل ليس كمثله ولم يقل كسبهه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذن التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولا خذ فرعان آخر هل التعبير بالتأويل أفضل أو بالتحريف عن نقل الكلام من ظاغره إلى معنى آخر بلا دليل هل أقول هذا تأويل أو أقول هذا تحريف ولماذا الجواب الأولى والأفضل أن أعبر عنه بالتحريف لما لأنه لفظ القرآن يحرفون ولم يقل يؤولون فإذن تسمية المؤولة بالمحرفة فيه أخوان يتكلمون لعلان ننتظرهم حتى ينتهوا إن شاء الله ننتظرهم إذن تهوا يعلموني انتهيتوا انتهيتوا لا ليتكلمون انتهوا انتهوا ما أسمح ما أسمح لأحد يتكلم في حلقتي ما أسمح لأحد يتكلم في حلقتي أبدا إما أنا أتكلم وأنتم تسكتون أو يستأذن أحدكم ويتكلم وأنا أسكت لكن أنا أتكلم بالفوائد وأنت تتكلم أيضا بفوائد مهما تصادمت تصادمت فأنا أرجو من أراد أن يتكلم زه الله خير فهو في حل من الحضور في حل من الحضور أما أن يتكلم أمامي لا وأنا مثل ما دخلنا بالمعروف نتطلق بالمعروف يعني نروح بالمعروف أنزع الأحد وإذا كان أصد عن صاحب الخطأ حتى لا يعرف تحفظ كرامته لكن لو كررها أرجو أنها يعذرني لا أسمح لا بالجوال ولا بالنوم ولا بالمحايا وش الفائدة إننا ما جئنا للفائدة وش إنا نقول أصلا وش رأيك محمد التحريف أولى ولا التأويل ولماذا لما فإذا نقول أهل التحريف ولا أهل التأويل أهل التحريف ولأن لفظ التحريف لفظ مذموم لا وجه حسن فيه وأما التأويل ففيه وجه حسن أرأيت؟ له ثلاث معاني معنيان مقبولان عند أهل السنة إجماعا والمعنى الثالث هو المردود فالتأويل بمعنى حقيقة الشيء التي يقول إليها مقبول بإجماع أهل السنة وهو معنى التأويل في القرآن ذلك تأويل رؤياي أي حقيقتها فكل لفظة تأويل تأتيك في القرآن فمعناها حقيقة الشيء هل ينظرون إلا تأويله؟ يعني حقيقته ذلك تأويل رؤياي حقيقتها ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا أي حقيقته والتأويل الثاني التأويل بمعنى التفسير وهو قول الإمام بن جرير الطبر رحمه الله القول في تأويل قول الله كذا وكذا كذا وكذا لكن التأويل بالمعنى الثالث لا يعرفه أهل السنة وإنما أول من أحدثه المتكلمون من أهل البداع وهو التأويل بمعنى الانتقال من ظاهر الكلام إلى معنى آخر بلا قرير هذا التأويل ما يعرف هذا السلف فإذا لماذا نقول أهل التأويل فنحن نمدحهم بذلك إذ التأويل فيه معنيان ممدوحان لكن لو قلنا أهل التحريف انتهينا خصصناهم بما هم يتقنونه وهو تحريف الكلم عن مواضعه فإذا وصيتي لكم يا إخواني أن تعبروا دائما عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص ومن القواعد أيضا القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات القول في الصفات كالقول في الذات وهي من قواعد أبي العباس بن تيمية في التدمرية وبالمناسبة جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تعالى أن يجعلوا للفن كتابا يفتحه فيما وراءه إذا فهمت هذا الكتاب فهمت جميع كتب الفن مثل شروح الحديث من فهم شرح بن دقيق العيد على الأربعين النووية فسيفهم بإذن الله كلام بن حجر في فتح الباري بس أنت اجتهد في شرح كلام بن دقيق العيد ترى أغلب الشراح بعد بن دقيق العيد بعد بن دقيق العيد غالبا غالبا ينقلون كلامه وتخريجاته كتب العقائد التدمرية اللي بيفهم التدمرية فبإذن الله عز وجل ستكون عنده الملكة في فهم جميع كلام أهل السنة والجمع إذ التدمرية خلاصة خلاصة ما قرره أهل السنة من الأصول والقواعد في في أبواب الصفات والقدر فهذه يسمونها كتب الفن بمعنى أنك تبدأ بهذا الكتاب وتستشلحه عند عارف به ثم بعد ذلك أنت بنفسك سوف تفهم جميع ما يقال في كتب هذا الفن وهذه تعرف بالتجربة جربوها تجدوها هذه من قواعد أبو العباس بن تيمية رحمه الله في التدمرية القول في الصفات كالقول في الذات معناها أن أي شيء تقوله في الذات فيجب عليك لجاما أن تقوله في الصفات إياك أن تعطي الذات قولا وتعطي الصفات قولا آخر فهذا تناقض إذ الكلام في الصفة فرع عن الكلام في الذات فالكلام في الذات أصل والكلام في الصفات فرع فمثلا تقول للمبتدع هل أنت تؤمن بأن ذات الله موجودة فسيقول نعم فإذا قل يجب عليك أن تؤمن بأن صفات الله موجودة ثم تسأله هل تؤمن بأن ذات الله ذات لا يماثلها شيء من الذوات سيقول نعم لأن ما من مبتدع ما في مبتدع يقول إن ذات الله تماثل ذوات المخلوقين مماثلة استواء ما فيه لم يثبت حتى المشركون حتى المشركون لا يجعلون ذوات أصنامهم موافقة لذات الله عز وجل بل يجعلون أصنامهم وسيلة لإصالهم إلى الذات العظمى ما نعبدهم إلا ليقربونها إلى الله يقول ابن تيمية ورحمه الله ونقله ابن قيم وأبن أبي العز في الطحاوية يقول لا يعرف في العالم من جعل إلهين خالقين مستويين في جميع الصفات ما في هذا ذات الله أعظم ما فيه شيء من الذوات يضاهي ذات الله عز وجل هذا عند جميع طوائف الخلق مشركهم قصد مشركهم ومؤمنهم برهم وفاجرهم فتقول للمبتدع بما أنك تؤمن بأن لله ذات لا تماثل الذوات فيجب عليك أن تقول هذا القول في الصفات فلهذه الذات صفات أيضا لا تماثل الصفات أما أن تقول إن لله ذات لا تماثل الذوات وله صفات تماثل الصفات فهذا فهذا تناقض القول في الصفات فرع عن القول في الذات فقل له قل له أيضا هل تؤمن بأن ذات الله ذات كاملة من كل وجه لا يعتريها النقص بوجه من الوجوه فسيقول نعم فتقول إذن يجب عليك أن تقول عين هذا القول في الصفات أنها صفات كاملة من كل وجه لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه وأي قول نقوله في الذات فنقوله مباشرة في الصفات فأي مبتدع يفرق بين الذات والصفات فإنه حينئذ يقع في التناقض ويفرق بين بين متماثلين والمتقرر في قواعد الدين أن الشريعة لا تفرق بين متماثلين كما أنها لا تجمع بين مختلفين واضح القاعدة؟ طيب من قواعد التدمرية أيضا وهي قاعدة أخرى ذات رقم جديد القول في الصفات كالقول في بعضها قاعدة عظيمة من قواعد أبي العباس في التدمرية القول في الصفات كالقول في بعضها بمعنى نحن الآن ما نتكلم عن الذات نتكلم عن الصفات فيما بينها بعضها البعض أي صفة تعطيها كلاما فالواجب عليك أن تجري هذا الكلام في جميع الصفات إياك أن تعطي هذه الصفة قولا ثم إذا جئت في الصفة الثانية تعطيها قولا آخر وهي من أعظم القواعد التي ترد على المفرقين في إثبات الصفات وهم الأشاعرة الذين يؤمنون بسبع صفات عقدها الإمام السفاريني كما قلت لكم بالأمس له الحياة والكلام والبصر سمع إرادة وعلم واقتدر هذه سبع صفات يؤمن بها الأشاعرة ويعطلون باقي الصفات فالأشاعرة ما يثبتون الرحمة ولا يثبتون الكراهية ولا المقت ولا الغضب ولا الرضا ولا الاستواء ولا العلو يؤمنون بهذه السبع الصفات فقط فإذا هم يفرقون بين الصفات وبعضها فتأتي هذه القاعدة راد عليهم أن القول في الصفات كالقول في بعض بمعنى أنك تأتي للأشعري وتقول أيها الأشعري أسأل الله أن يهديك أنت تثبت سبع صفات أو ليس كذلك فسيقول نعم انتبهوا لي فسيقول نعم فأول سؤال تسأله تقول له بالله عليك نورني بالفرقان بينما أثبت وبينما نفيت ما الذي جعلك تثبت هذا؟ وردت أترد هذا لك الحق أن تطالبه بالفرقان فسيقول لك أحد فرقانين سيقول لك أحد فرقانين إما سيقول لك إن الصفات التي أثبتها لا تقتضي مماثلة الله بخلقه والصفات التي نفيتها تقتضي مماثلة الله بخلقه هل هذا فرقان صحيح؟ توب لا فتقول له آه صحيح إذن أنت أثبت الحياة لأن إثبات الحياة لله لا يقتضي مماثلة الله بخلقه وأنكرت الوجه لأن إثبات الوجه لله يقتضي مماثلته بخلقه فيقول نعم هو كذا بارك الله فيك على الفهم جزاك الله خير نقول تعال وليما أثبت صفة الحياة لله أصلا مع أن المخلوق له حياة فإذا كان إثبات الحياة مع وجود فإذا كان إثبات الحياة لله مع أن المخلوق متصف بالحياة لم يقتضي منك أن تنفيها عن الله فكذلك قل في صفة الوجه أن لله وجها وللمخلوق وجه ووجه الله لائق به كما أن الله له حياة وللمخلوق حياة ولكن حياة الله عندك لائقة به فما الذي أعانك على هذا القول الصحيح في الحياة وخذلك في صفة الوجه القول في الصفات كالقول في بعض القول في صفة الوجه هو بعينه عفوا القول في صفة الوجه هو بعينه القول في صفة الحياة الذي قلته في الحياة قله في الوجه وتسلم فيقول لك لا 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 أنت ما فهمت وأنا أثبت الحياة على وجه على وجه لا يقتضي مماثلة حياته بحياة خلقه طيب هذه القاعدة قوية وإذلك أعظم الناس أهل البدع تناقضا هم الأشاعر فإذا أثبت الوجه والرحمة والاستواء والأصابع واليدين والنزول حال الوجه الذي لا يقتضي مماثلة الله بخلق ورتح المعتزلي جالس عند سارية من سواري المسجد يسمع السني والأشعري يتناقشون فجاء المعتزلي جاء المعتزلي السلام عليكم وعليكم السلام قال تعال يا أشعري ما تستهي على وجهك إلي إعانك على تحريف الصفات كلها بتعجز عنها السبع ذي حرفها وخلك معنا لا تثبت إلا الأسماء بس شوف كيف من الذين هل الأشعري سيوافقه أو سيدافع عن مذهبه سيدافع عن مذهبه كل جواب للأشعري انتبه انتبه اللي بقوله كل جواب للأشعري على المعتزلي دفاعا عن صفات السبع فهو جواب السني على الأشعري فيما نفاه من اللي فهمها؟ ابن تيمية عطاناها في سطر في التدمرية قال وهذا المفرق قال بهذا النص قال فهذا المفرق بين بعض الصفات وبعض اللي هو من؟ الأشعري يقال له كما يقوله هو لمخالفه فيما أنكر مخالفه من يقصد؟ المعتزلي هذا معنى كلامي أبي العباس في التدمرية فإذا الأشعري متناقض إن جانا لأهل السنة سكينا رأسها والراحة للمعتزلة سكر فيقول يقول يا أنك تثبتها السني يقول يا أشعري اللي أعانك على إثبات السبع يعينك على إثبات الباقي والمعتزلي يقول لا يا أشعري اللي أعانك على إنكار الباقي أستغفر مسكي وهو مذبذب لا إلى هؤلاء فلا هو أنكرها السبع وارتاح أستغفر الله وراح مع المعتزلي ولا هو اللي أثبت البقية وارتاح من إنكار أما أن يفرق بين بعضها وبعض فهذا التناغب فهذه القاعدة قوية ترد عليه برد لا محيص له ولا مناص عنه وأما تفريقه الثاني فهو يقول أن الصفات التي أثبتها اقتضى العقل ثبوتها والصفات التي أنكرتها اقتضى العقل إنكارها فهذا قد أجبنا عنه بأنه لا مجال لل هذا أجبنا لكن قصدنا الفرقان الأول أفهمتم القاعدة؟ أي قاعدة؟ أي قاعدة فهمتمها؟ أي قاعدة؟ لا خلنا نصيد لنا واحد غافل أي قاعدة؟ وين الغافل؟ وين الغافل؟ وين الغافل؟ الأخ اللي بنزل عيونه؟ الأبد ما تشوه لو سبحت أيوة أيوة كالقول في بعضه هذه هي القاعدة التي نشرحها طيب ومن القواعد أيضا هذه كلها أصول في التدمرية انتبهوا لها واحفظوها وراجعوها يا أخوان تجدون خيرا عظيما عظيما جدا عند أبي العباس بن تيمية رحمه الله أنا ما ألوم أهل البدع في بغض أبي العباس لو كنا من أهل البدع لأول رجل ننصب عليه بالبغض أبي العباس يا خي ما ترك لهم لا قنطيرا ولا قطميرا ولا أساسا ولا جدارا إلا اتبعه يضربه بسيفه واذكروا أن بعض مشائخنا ونحن نقرأ عليه بعض كتوة أبي العباس كان يبكي يبكي الشيخ يقول والله لو لم يسخر الله الأب العباس للأمة فالرد على هالشبه ما عرفنا نرد عليها يأتي إلى قواعدهم من الأساس فيخر عليهم السقف من فوقهم فيها جمع صغير لي اسمه تربية الملكة على كشف الشبهة والرد عليها ما أدري الإخوان أدخلوه في الأنترنت أو لا وهي الطريقة التي كان أبو العباس يكسر أصول أهل البدع بناء عليها الطريقة التي كان أبو العباس يكسر أصول أهل البدع بناء عليها في مئة فرع في مئة فرع حتى تتضح للطالب طيب ومن القواعد أيضا ومن القواعد أيضا أظن شاهيكم يا أخوان صار عصير إن شاء الله إنها في الأسكيم ومئة برد إحلال مكيفاتنا أول قم يا أيها الطالب طفل مكيف طق طق خلاص هذا وين زراع رحمة الواجب في نصوص الصفات إثباتها الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع الطمع في التعرف على كيفيتها ودائما أيها الإخوان إذا جئتم تشرحوا لطلابكم حاولوا أن تعيدوا الأصل العام الذي سيتفرع الكلام عنه ثلاثا أو أزيد فهذا سنة ففي صحيح الإمام البخاري من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تكلم بالكلمة إيش أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه خاصة للأصل العظيم الذي سيتفرع الكلام عنه هذا الأصل إذن نقول الواجب اقرأ ما كتبت الواجب في نصوص الصفات إثباتها وقطع دابر المماثلة وقطع طمع في التعرف على كيفيتها هذه من أعظم قواعد الصفات عند أهل السنة والجماعة ولي فيها مؤلف صغير هذه أعمم قاعدة كل نص من نصوص الصفات فلا تتعداه فلا تتعداه إلا بعد أن تحقق فيه ثلاث واجبات كل نص من نصوص الصفات عليك لله فيه ثلاث واجبات كل نص من نصوص الصفات كتابا وسن عليك لله فيه ثلاث واجبات كل نص عليك لله فيه ثلاث واجبات الواجب الأول أن تؤمن بالصفة التي يدور حولها النص تنظر إلى الصفة التي يدور حولها النص فتؤمن بها تقول أؤمن بأن الله له كذا وكذا هل الإثبات كافي الجواب لا فإنه يوافقك فيه أهل التنفيل أهل التنفيل أثبتوا الصفة أحسنت انتقل من الواجب الأول إلى الواجب الثاني وهو أن تقول ولا يماثل الله شيئا في هذه الصفة ولا يماثل الله شيئا في هذه الصفة تقطع دابير مماثلة الله بخلقه في شيء من صفاته ونعوت جلاله وكماله طيب هل هذان الواجبان كافيان الجواب لا أيضا انتقل للواجب الثالث وهو أن تحجم عقلك أن تمنع عقلك أن تقطع طمع عقلك في التفكير في كيفية هذه الصفة فمن حقق هذه الواجبات الثلاث في هذا النص فهو من أهل السنة والجماعة ثلاث واجبات لا يغني بعضها عن بعض لا يغني بعضها عن بعض قال الله عز وجل بل يداهم بسوطتان هو من نصوص الصفات إذن يجب عليه فيه كم أؤمن بأن لله يدين وأؤمن بأنهما يدان لائقتان به لا تماثل يدا أحد من المخلوقين وأقطع الطمع في التعرف على كيفية اليد ممتاز عشرة من عشرة أنت من أهل السنة والجماعة في هذا النص يلا النص الثاني ويبقى وجه ربك من نصوص الصفات يجب علي أن أؤمن فيه بثلاثة أشياء ها سعدوني أؤمن بأن لله وأؤمن بأنه وجه لا يماثله طيب وأقطع الطمع في التعرف على كيفية بسيط ما ذهب سهل واضح يفهمه الصغير والكبير والعام والمرأة والذكر والخنثة بعد يفهم كان في الدنيا خنثة بين أصبعين من أصابع الرحمن يا أخ وضح الواجبات الثلاث فيها بصيغة أصابع وهي أصابع تليق بجلال لا تماثل أصابع أحدهم من المخلوقين فهد في قول الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء أثبت صفة الرحمة لا تماثل رحمة المخلوقين ونقطع دابر الطمع قصدي في التعرف على كيفية الشيء الأخ اللي وراء الكاميرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما تروح ولا الواحد من أهل الرياضي إن شاء الله بس عزها زينة ساعات ولا شيء ولا أحسنت فهد جوابك صحيح لا ما تفقين عليها مخططين مدبرين ملي جاء أحسنت محمد محمد جاوبت أنت ولا لا سيد أحسنت لا جاوبت ولا ما جاوبت لا صحيح بدون مجاملة إن شاء الله ما ترو إن شاء الله أنا أنا عندي حمية من جاهلية في هذا المسألة طيب بتجي إن شاء الله بتجي أقول لك الشيخ تصدر الشيخ من الرين الله يوهر لك مباركا عليك إن شاء الله ومن يجاوب عندكم بعد في أحد جاوب الشيخ جاوبت أنت لسه حضرتي أقول لك في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أن ينزل ربنا إلى سماء الدنيا فصل فيها على حسب ما عرفت من الواجبات الثلاث بنزول الله لنزول المخلوقين جميل في التعرف على كيفية هذه الصفة جميل تفضل تفضل خذ واحدا الأخ وصل وصل الأخ في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين هذا من نصوص الصفات أنت يا شيخ لله عز وجل نعم بضحك المخلوقين نعم في التعرف على كيفية هذا الضحك إذا نمشي على جميع الصفات بهذه الأصول الثلاثة وهي خلاصة مذهبة للسنة والجماعة في الأسماء والصفة وكل واحدة منها قد خالفنا فيها طوائف من أخل البدع فإياك أن تترك واحدة ومن القواعد أيضا كم رقمها عندكم أنا قلت بيخجل أو شيء أو ما شاء الله ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الله يجعلنا وإياكم من أهل الحق ومن الثابتين عليه ترى اللي يثبت على الحق في هذا الزمن الذي كثرت فيه المغريات وكثرت فيه الفتن والشهوات والشبهات ترى الله هذه كرامة من الله ثباتك على الحق في هذا الزمن ترى كرامة أكثر أكثر من دعاء الله عز وجل بالثبات وأعظم ما يوجب الثبات هذا العلم وهذه الأصول التي بها تكون أسلحة يتعبد العبد بها ربه على بصيرة ويستطيع أن إيش يجابه أصحاب الشبهات ويرد على أصحاب الشهوات أما أن يبقى الإنسان المسلم خلوا خلوا من هذه القواعد والأصول وصدره كالأرض المتسعة يزرع فيها أهل الباطل باطلهم وليست عنده أسلحة ولا ردود ما أقصد أسلحة حسية أنا ما ندعو للتسلح وإنما أسلحة معنوية العلم 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 يا أخوانه أعظم ما يحتاجها الناس الآن العلم المؤصل على دلالة الكتاب والسنة وفاهم سلف الأمة هذا من أعظم ما يدحر الأعداء ويكسر شبهتهم ويقطع دابرهم ولذلك الشيطان بنفسه يخاف من العالم ما يخاف من العابد الذي يستد في الليل والنهار ويصوم النهار كله لا العالم 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 هو الذي يخيف الشيطان ويخيف حزب الشيطان العالم أنا بكلمة واحدة يهدم أصولا كثيرة بدعية قد أراد الشيطان تقريرها في سنوات متعددة يأتي العالم في جلسة واحدة يكسرها إذن أحوج ما نحتاج والآن العلم 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 احرصوا على العلم لا تزهدوا في العلم قراءة حضورا تحقيقا مطالعة سؤالا حفظا تأملا نظرا هذا ما يمر عليك يوم إلا وقد تعلمت فيه شيئا فكل شيء تتعلمه سيكون حزام أمان إن شاء الله لك وللأمة بإذن الله من الإنزلاق في شيء من بحار الشهوات ومستنقعات الشبهات من القواعد أيضا الواجب في نصوص الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها الواجب في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها الواجب في نصوص الصفات نفيها أفوا في الصفات المنفية نفيها وإثبات كمال ضدها وهذه قاعدة واضحة ظاهرة ولله الحمد والمن إن الصفات في القرآن والسنة إما صفات إثبات أو صفات نفي إما صفات يثبتها الله له وإما صفات ينفيها الله عنه أليس كذلك؟ الواجب في نصوص الصفات ثلاثة إثباتها قطع دابر المماثلة قطع الطمع في التعرف على كيفيتها وانتهن من قاعدتها الآن الصفات المنفية ما الواجب علي فيها؟ الواجب عليك فيها أمران أن تنفيها وإياك أن تقف عند حدود النفي لأن نفيك بلا الواجب الآخر النفي بلا واجب آخر هذا يسميه العلماء النفي المحض والنفي المحض ليس كمالا ولا يدخل في صفات الله عز وجل كما قالوا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي فنفى عنهم صفتين صفة الظلم وصفة الغدر لكن لا لأنهم من أهل العدل والقوة وإنما لأنهم عاجزون عن ظلم أحد أو الغدر بأحد فإذن ليس كل نفي يكون مدحا إلا النفي الذي أضمر فيه كمال الضد فيكون مدحا فالنفي المحض الذي لا يتضمن ثبوتا هذا لا يسا يدخل في صفات الله مطلقا فإذن أي صفة نفاها الله عن نفسه فالواجب عليك أن تنفيها وأن تعتقد أن الله لم ينفيها عنه إلا لأنه متصف بكمال ضدها كقول الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا هذه من صفات النفي فالواجب علي أمران أن أنفي صفة الظلم لكمال عدله إياك أن تقف عند نفي الظلم فقط لا بل انفي الظلم واعتقد أن الله لم ينفي عن نفسه الظلم إلا لأنه متصف بكمال العدل هذا هو الواجب في نصوص النفر لا تأخذه سنة ولا نوم واجب يجب عليك فيها أمران تقول الله لا تأخذه السنة أي مقدمات النوم ولا يأخذه النوم لكمال حياته وقيوميته ولذلك الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فلأنه حي قيوم فلا تأخذه سنة ولا نوم لأن حياته حياة كاملة وكلما كملت الحياة لم يحتاج الإنسان فيها للنوم ولذلك أهل الجنة لما كانت حياتهم هي الحياة الكاملة ما ينامون أهل الجنة لكن حياتنا في الدنيا حياتنا أقصة فنحتاج إلى النوم كذلك قول الله عز وجل ما اتخذ صاحبة ولا ولدة نفى عنه صفة الزوجية والولادة لماذا؟ وش الكمال؟ لكمال أحديته وغناه عن كل أحد فلأنه الأحد الكامل في أحديته ولأنه الغني الكامل في غناه عن كل أحد فلم يتخذ صاحبة ولا ولدة لما لم يتزوج؟ لأنه كامل في أحديته وكامل في غناه عن كل شيء لما لم يتخذ ولدا؟ لأنه كامل في أحديته وكامل في صمديته وكامل في غناه عن كل أحد ما يحتاج لا يحتاج لأحد لا يحتاج لأحد عز وجل فهمتم هذا ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب واللغوب هو العجز والإحياء فيجب عليك في هذه أمران يا يا باسل ما هما شف إما أن تأخذها أو ترمى بها فإن أصبت فتأخذها وإن أخطأت فسترمى بها يعني هي جايتك جايتك بس اختر الطريقة التي تأتيك بها إيش صحيح طيب طيب يخي لا تنفخي طيب طيب لا تنفخ طيب أيوة ثم تعال خذها ومع قبلة بعد قبلة إسلامية إن شاء الله شوفت أبعد عن الماصة القاعدة التي بعدها القاعدة التي بعدها الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها أعدها مرة أخرى الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عن الله حال نقصها وهي قاعدة واضحة وضوح الشمس ولله الحمد اعلم أن الصفات من حيث إثباتها لله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام صفات أثبتها عفوا صفات هي كمال من كل وجه فهذه تثبت لله مطلقة وعرفنا الواجب فيها النوع الثاني صفات هي نقص مطلقة فهذه تنفى عن الله مطلقة ويثبت له كمال ضدها وعرفنا الواجب فيها القسم الثالث هو محط قاعدتنا وهي صفات إن جئناها منها هنا وجدناها كمالا وإن جئناها من الطرف الآخر وجدناها نقصا فهي كمال من وجه ونقص من وجه فما الواجب عليك كسني في هذه الصفات الأولى أثبتناها مطلقا والثاني نفيناها مطلقا لكن هذا النوع ماذا تفعل به أونقبله مطلقا الجواب لا لأن فيه نقص والله منزغ على النقص أونرده مطلقا الجواب لا لأن فيها كمال جائز على الله والله مستحق لكل كمال فماذا أفعل بها تجيبك هذه القاعدة الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار تثبت لله حال كمالها وتنفى عنه حال نقصها هذا هو التنظير وأما الأمثلة فكثيرة عند أهل السنة والجمع أنا أضرب لكم أمثلة على ما يتيسر من الأمثلة صفة المكر هل يوصف الله بأنه يمكر الجواب صفة المكر ليست من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول ولا من قبيل النقص المطلق حتى نلحقها بالقسم الثاني وإنما صفة المكر كمال من وجه ونقص من وجه فنثبت المكر لله حال كونه كمالا وننفيه عن الله حال كونه نقصا أرجوكم ما تكتبون رجائل خاصة تكتبون أفهموها بس متى يكون المكر كمالا ومتى يكون المكر نقصا المكر المكر ليكون نقصا إذا كان ابتداءا بلا سبب من الممكور به لم يصدر منه شيء تمكر بمن لا يستحق أن يمكر به كالزوج يمكر بزوجته وأولاده وهم على سنجة عشرة يحبونه ويطيعونه وممتثلين أوامر ومع ذلك ذا الثور لا يزال يمكر بهم يكيد لهم هذا مكر ظلم للا فإذا المكر ابتداءا ظلم والظلم ينزه الله عنه هذا اعتداء هذا عدوان فالظلم الابتدائي عفوا فالمكر الابتدائي نقص ينزه الله عنه فالله لا يمكر ابتداءا لكن يجيك من يتحذلق على الله ورسوله وعباده المؤمنين ويمكر ويخطط خمسية ثم إذا كان الأمر فالعاقبة للمتقين والماكر حاق المكر به هذا مكر جزائي هذا مكر جزائي الله يوصف به ولذلك لا تجد المكر مضافا لله في القرآن إلا من باب الجزاء والمقابلة ويمكرون ويمكر الله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم قوة مطلقة قوة مطلقة لمكان المكر الجزائي كمالا قالوا لأنه دليل على كمال علم الله وكمال قدرته على المعاملة بالمثل كم من مكر جرى بيننا ونحن لا ندري أنه مكر لكن مشى علينا لضعف علمنا لكن هل يمشي على الله الله يعلم مؤامراتهم ومؤتمراتهم وما تكنه صدورهم يعلمش المكر يعلم الخطط ويعاملهم بمقتضى مكري ولذلك قال في النهاية ولا يحيق قاعدة ربانية لا يحيق المكر السيء إلا به ومن ذلك فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون هذا العقاب الدنيوي والذين كفروا إلى جهنم يحشر قوة ربانية والله من استعز بالله عزه الله ومن انتصر بالله نصره إياك أن يلتفت قلبك إلى ملك أو إلى أمير أو إلى وزير أو إلى فنان أو إلى رئيس أو إلى قوة مادية أو إلى رشاشات أو إلى أسلح أو مدافع ويغفل قلبك عن القوة العظمى هو القوة العظمى هذه أسباب مادية إن حصلت فالحمد لله ولذلك يقول وأعدوا لهم ما استطعتم لأن الانتصار ليس بها صار الحقيقي بالله هذا الانتصار الحقيقي أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه ردا جميلا وأن لا يعلق قلوبنا إلا به عز وجل عرفنا صفة المكر فإذا قيل لك هل يوصف الله بالمكر قل أما جزاء فنعم وأما ابتداء فلا قاعدة عظيمة مثال ثاني صفة الكيد هل يوصف الله بأنه يكيد أو لا الجواب قل عين ما قلته في المكر ليس الكيد من صفات الكمال المطلق حتى نلحقه بالقسم الأول ولا من صفات النقص المطلق حتى نلحقه بالقسم الثاني بل من الصفات التي هي كمال من وجه ونقص من وجه فأثبت لله الكيد حال كونه كمالا وأن في الكيد عن الله حال كونه نقصا متى يكون الكيد كمالا إذا كان جزاء ومتى يكون نقصا إذا كان ابتداء ولذلك لا تجد الكيد مضافا لله في القرآن إلا من باب ماذا الجزاء والمقابلة كما في آخر سورة الطارق إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فما هل الكاف شديد المحال هو عز وجل مثال ثالث صفة السخرية هل يوصف بأن الله يسخر؟ الجواب ليست صفة السخرية من قبيل الكمال المطلق حتى نلحقها بالقسم الأول ولا من قبيل النقص المطلق سعدونها حتى أنا أحاول أكرر بعض العبارات وإن كان فيها طول لكن عشان تأخذ الأذهان على هذه العبارات ولكنها من قبيل النقص من وجه والكمال من وجه فأصف الله بالسخرية حال كونها كمالا وأن فيها عنه عز وجل حال كونها نقصا متى تكون كمالا ومتى تكون نقصا؟ نفس ما قلته في المكر والكيد السخرية ابتداءا بلا سبب يقتضيها هذا نقص لأنه عدوان وظلم ولذلك ينفيها الله عز وجل عنه قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الاستهزاء والسخرية ابتداءا نقص نقص عظيم لكن السخرية جزاءا كمال ولذلك لا تجد الله يثبت السخرية له في القرآن إلا من باب الجزاء والمقابلة اسمعوا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة على جيش تبوك جيش العسرة ساعة العسرة سماها الله لقلة موارد الدولة الإسلامية خزينة الدولة الإسلامية ما بها شيء وفي عدو شرس ولا يقابل ويجابه إلا بالقوة المادية المالية والعتاد شو يسوي ففتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الصدقة أنتوا تعرفوا المنافقين لا ينفعون بتراب جعل التراب فوجيهم لا ينفعون بتراب لا ينعقون إلا في مصائب الأمة بس لا ينفعون الأمة بشيء جلس هذه الشلة الفاسدة على جدار المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد فكان بعض المؤمنين يجد الصرة الكبيرة من المال أو الثياب أو العتادة أو الأسلحة فيأتي ويضعها بين رسول الله فيقولها السملق ذولي يقولون إنه يرائي بصدقته طيب وبعض المؤمنين لا يجدوا إلا كسرة خبز أو شيئا يسيرا فيأتي بها ويضعها بين يدي رسول الله فيقولون الله ورسوله عن صدقتك غنيان فلا سلم المطوعون أهل الصدقات الكبيرة ولا الذين لا يجدون إلا جهدهم سخروا منهم فقال الله عز وجل الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم جت القوة رباني سخر الله منهم متى أضاف لنفسه السخرية لما كان من باب الجزاء والمقاب ومن فروعها أيضا ولا أريد لي طالب فيها الاستهزاء يوصف الله بالاستهزاء الجزاء للابتداء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون المنافقون يعني هذا آلد أعداء الأم المنافقون عندكم قاعدة دائما العدو الباطني ضرره أعظم من العدو الظاهر وعداوة المنافقين عداوة في المجتمع الإسلامي إذن هم بين ظهرانينا يتكلمون بألسنتنا يلبسون لباسنا إذن عداوتهم باطنة لكن عداوة الكفار ظاهرة فالمنافقون أشد عداوة وأشد فتكا في جسد المسلمين من عدوك الظاهرين وهذا الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولا أريد خلاص والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر